تغير النظام الشعب يريد تغير النظام بعد عشرة أيام من التظاهرات التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثمائة شهيد وألاف الجرحى برصاص القوات الحكومية وميليشيتها يسود الهدوء الحذر الشارع العراقي وسط دعوات للخروج بتظاهرات كبرى في الأيام المقبلة التوقف المؤقت للتظاهرات في العراق دفع القوات الحكومية لملاحقة الناشطين والإعلاميين ومنسق التظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى ذيقار ثانية المحافظات من حيث عدد شهداء الذين سقطوا في التظاهرات بعد بغداد تعاني اليوم من أعمال اعتقال وملاحقة واسعة للعديد من الناشطين في محاولة لتقليل زخام الاستعداد لاستئناف التظاهرات فضلا عن أعمال التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الحكومية جمعية المواطنة لحقوق الإنسان أصدرت تقريرا بشأن ما يتعرض له المتظاهرون المعتقلون من تعذيب لإجبارهم على تغيير إفاداتهم والاعتراف بتكسير وإحراق المؤسسات والمباني فضلا عن إجبارهم على التعهد بعدم المشاركة في التظاهرات لاحقة المصابون من المتظاهرين لم يسلموا من الاعتقال فقد أكدت مصادر طبية في مستشفى الحسين التعليمي في المحافظة وجود مفرزة أمنية قرب باب الطوارئ مكلفة باعتقال جرح التظاهرات واقتيادهم إلى جهة مجهولة مصادر أمنية في المحافظة أكدت أن القوات الحكومية ترحلت بعض المتظاهرين المعتقلين إلى بغداد بينما أرسل القسم الآخر من المحتجين وبسرية تام إلى قيادة عمليات الرافدين حملات والاتقال الحكومية دفعت مجموعة كبيرة من المحامين في محافظة ذيقار إلى التبرع للدفاع عن المعتقلين من المتظاهرين وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة لأعداد المعتقلين بسبب التكتم الحكومي على المعتقلين إلا أن الناشطين والمراقبين أكدوا أن هناك المئات يعتقلوا في محاولة من الحكومة وقواتها لإخماد هذه التظاهرات